مرحبا، تسكرة ألمانيا دوتشلاند تيكيت بسعر 49 يورو قادمة ولكن متى؟ في هذا الفيديو سأوضح لكم موعد إطلاق التسكرة الألمانية الجديدة في النقل المحلي والإقليمي بالإضافة إلى أهم النقاط حول التسكرة المنتظرة كيف سيتم تمويل تسكرة ألمانيا؟ اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات على تمويل تسكرة 49 يورو معا حيث يريد كلا الجانبين تقاسم التكاليف التي تبلغ 3 مليارات يورو وبالتالي سيساهم كل طرف بمبلغ وقدره 1.5 مليار يورو ماذا تشمل تسكرة ألمانيا؟ حققت تسكرة 9 يورو من الصيف الفائت والتي بيعت 52 مليون مرة نجاحا باهرا وعلى غرار البطاقة السابقة ستكون تسكرة 49 يورو صالحة في جميع أنحاء ألمانيا في الحافلات والقطارات وبعض العبارات بالدرجة الثانية في وسائل النقل العام المحلية والإقليمية يعني ضمن المقاطعة وبين المقاطعات وتشمل بالتحديد وسائل النقل العام التالية حافلات النقل العام بوسة قطارات الشوارع أو الترام شتغاسن بانن قطارات الأنفاق أو بانن قطارات الضواحي اس بانن والقطارات الأقليمية غيجيونال تسوغ وبعض العبارات فيغن ولكن لن تشمل القطارات السريعة ETC و ETA و ETC أين يمكنني شراء تذكرة ألمانيا؟ تذكرة ألمانيا بسعر 49 يورو هي تذكرة شهرية يجب شراؤها ضمن اشتراك يتم تمديده تلقائياً ويمكن إلغاؤه شهرياً هذا يعني أنه من الممكن شراء التذكرة لشهر واحد فقط لأن الاشتراك يمكن إلغاؤه على أساس شهري وسيتم بيع التذكرة في المقام الأول رقمياً وبالتالي يمكن شراءها أونلاين من موقع شركة القطارات الألمانية Deutsche Bahn على الإنترنت أو في تطبيقها DB Navigato ويمكن شراءها كذلك عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية لشركات النقل في المقاطعات وعلى الأغلب ستكون التذكرة متاحة أيضاً للبيع بشكل ورقي من آلات التذاكر لفترة انتقالية حيث سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص من قبل المقاطعات الاتحادية واتحادات النقل ويمكن أن تتوفر أيضاً في مكاتب السفر ومراكز الخدمات لشركات النقل كبطاقة بلاستيكية تشبه بطاقة الاعتمان وقابلة للقراءة بشكل رقمي ماذا عن الاشتراكات الحالية؟ لدى العديد من مستخدمي وسائل النقل العام بالفعل اشتراك في النقل المحلي ولكن بعد اطلاق تذكرة ألمانيا ستقوم شركات النقل بإبلاغ عملائها الحاليين على الفور بالعرض الجديد والسماح لهم بالتبديل إذا كانت تذكرة ألمانيا الجديدة بديلاً رخيصاً بالنسبة لهم ماذا ينطبق على استحاب الدراجات؟ لن يتم تضمين النقل المجاني للدراجات البسكليتات في تذكرة ألمانيا هذا يعني أنه لا يمكن استحاب الدراجة مجاناً وبالتالي يجب شراء تذكرة إضافية لها وفي هذه الحالة يجب مراعاة اللوائح المعمول بها في المقاطعات ولدى اتحادات النقل كما أن تذكرة 49 يورو شخصية أي لا يمكن تبادلها مع أشخاص آخرين ولكن يمكن مع تذكرة 49 يورو استحاب الأطفال حتى سن 6 سنوات مجاناً كما هو الحال مع العديد من التذاكر الحالية موعد إطلاق تذكرة ألمانيا كان من المقرر أصلاً أن تبدأ التذكرة في الأول من يناير كانون الثاني 2023 ولكن الخلاف حول التمويل أدى إلى إبطاء المشروع وبحسب صحيفة شبيجل المرموقة من المقرر الآن أن تبدأ تذكرة 49 يورو في الأول من شهر أبريل نيسان 2023 ولكن بحسب عدة مصادر أخرى قد تتأخر التذكرة لشهر إضافي آخر ليصبح موعد الإطلاق هو الأول من مايو أيار 2023 هل سيبقى سعر التذكرة بشكل دائم عند 49 يورو؟ التذكرة ستصبح أغلى مع مرور الوقت حيث يخطط وزراء النقل لمرحلة تمهيدية مدتها سنتان لبطاقة 49 يورو ولكن اعتباراً من السنة الثانية أي من عام 2024 سيتم رفع سعر التذكرة من أجل تعويض التضخم التلقائي ولكن بالنهاية يعتمد مقدار زيادة السعر على المبيعات حيث قال وزير النقل الاتحادي فولكا فيسينغ كلما زاد عدد الأشخاص الذين يشترون التذكرة كلما زادت فرصة ألا تصبح مرتفعة السمن انتقادات واسعة لتذكرة 49 يورو قوبل اتفاق الحكومة الاتحادية مع المقاطعات على تذكرة ألمانيا بسعر 49 يورو شهرياً بانتقادات واسعة في البلاد حيث أن هذه التذكرة لا تفيد أي شخص يعيش في المناطق الريفية طالما أن الحافلة نادراً ما تأتي هناك لذلك تزداد المطالبات بتوسيع شبكة النقل بشكل أكثر اتساقاً وصرحت الجمعية الاجتماعية الألمانية بأنها غير راضية عن تذكرة 49 يورو بسبب السعر حيث لا يمكن للجميع تحمل تكاليف شرائها لذلك طالبت الجمعية بتذكرة سنوية بقيمة 365 يورو أي يورو واحد في اليوم للتنقل كما طالب مركز حماية المستهلك بتوفير تذكرة اجتماعية بقيمة 19 يورو وكان هناك أيضاً حديث عن تذكرة بسعر 29 يورو للأشخاص زويد دخل المنخفض بشرط أن يدفع الأشخاص الأعلى دخلاً 69 يورو مقابل التذكرة ولكن الحقيقة أنه من غير المتوقع أن تكون هناك تذاكر شهرية أرخص وخاصة أن وسائل النقل العام في ألمانيا تعاني من نقص شديد في التمويل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والخسائر أثناء أزمة كورونا بل على العكس تماماً ستصبح تذكرة ألمانيا الجديدة أغلى مع مرور الوقت حيث أن السياسيين في الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات تحدثوا في البداية عن تذكرة 49 يورو بهذا الشكل بذكر السعر ولكن في وقت لاحق بدأوا باستخدام مصطلح تذكرة ألمانيا فقط بدون ذكر أو تحديد السعر وبالتالي تركت الحكوم الخيار مفتوحاً لتعديل السعر مع مرور الوقت وكل هذه المؤشرات تجعلنا نعتقد أن سعر تذكرة ألمانيا سيرتفع في المستقبل القريب وكما أشرنا فإن تعديل السعر مخطط له رسمياً من السنة الثانية أي بعد 12 شهراً من إطلاق التذكرة شكراً لكرم المتابعة والأصغاء وإلى اللقاء في فيديو قادم